أستاذ جمال يعني خليني أبدأ مع حضرتك ولو حتحط عنوان صحفي لفوز الأرجنتيني النهاردة على المنتخب الكرواتي حتقول إيه؟ نقول المنتخب التانجو يستعيد قدراته بقيادة ميسي وميسي المتقلق ويهزم كرواتيا المكافح بسلاسية نظيفة نظيفة جدا يعني وأحلى ما فيه النهاردة كان أحلى ما في المباراة الحقيقة كان ليونيل ميسي النهاردة كان متقلق جدا وواضح جدا أنه هو مع اقتراب الأرجنتين من المباراة النهائية هو كمان المباراة النهائية فتحت نفسه جدا أنه هو يلعب مباراة كبيرة خصوصا بعد خروج المنافسين الكبار تبقى له خطوة وحيدة نرجو أنها تكون أمام المغرب طيب أستاذ عصام برضو كيف رأيت هذه المباراة لأنه مباراة الحقيقة لم يكن أحد يتوقعها بهذه السهولة لا هي دي بقى في العنوانة عايزة أنه يعني قائد الأركسترا ميسي يعذف تانجو من جديد ويحطم نظرية المفاجأة هو والتيم طبعا الأرجنتيني ويذهب بيه طموح يعني الشركاء اللي هم بيظهر على فترات زي كرواتيا وغيرها يعني يذهب بهم بعيدا ويقول لهم لا فيه قواعد سابتة برضو حين يكون الكبار موجودين كبير كبير يعني الكبير كبير 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 هي عند الكبير كبير يعني هي الكبير كبير هي المعزوفة كان اسمها الكبير كبير وبالتالي أعتقد أنه ده يخلي لعبة منتخبنا العربي الأفريقي المغربي مستعدين أيهم استعداد لمواجهة الديوك الفرنسية ويضعوا في مخيلاتهم أنهم وصلوا إلى سدة المنتهى بأنهم ضمن الأربعة الكبار الرحلة تبدأ وتنتهي مع منتخبنا العربي المغربي عند تمثيل قوي بقى مش بس مشرف عملوها وزيادة زي كده الشقيقة قطر مفازت بالكأس العالم لوحدها على هذا التنظيم الرائع يعني وبالتالي على الأشقاء المغربة أن يقدموا أنفسهم أو يوصلوا تقديم أنفسهم وتبقى النتيجة بها في علم يعني القدر الكروت